عاصفة جديدة تلحق بالعملية السياسية في العراق لكن هذه المرة جاءت بفعل استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان ومع استمرار الانسداد السياسي فإن ضخت توقعات البديل عن الكتلة الصدرية كان له وقعه في البلاد وبديلا عن 73 مقعدا كانت من نصيب التيار الصدري في مجلس النواب سيحل عدد من النواب تشير قراءات أولية إلا أن أكثرهم من الإطار التنسقي الذي يمتلك حاليا بحسب ما يزعم 88 مقعدا سيصل عدد مقاعده إلى نحو 120 مقعدا ومنه سيصل عدد نواب دولة القانون إلى نحو 13 مقعدا ليكون بذلك متصدرا على تحالف تقدم الذي يملك 37 مقعدا أما تحالف الفتح فسيزيد عدد مقاعده بنحو 12 مقعدا حيث سيصبح إجمالي مقاعده 29 مقعدا قوى الدولة وهو التحالف بين تيار الحكمة وإتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق وكذلك ستزيد مقاعده إلى 11 مقعدا حسب التوقعات تحالفات القوى السنية ستتغير خارطاتها هي الأخرى بفعل إضافة مقاعد بديل عن مقاعد الصدريين لا تقل عن مقعدين ومن المرجح زيادتها وللأكراد نصيب من التوقعات على وقع استقالة الصدريين أيضا لكنها توقعات مقرونة بخطوات ما بعد الاستقالة من حيث موقف المحكمة الاتحادية وكلمة القضاء ومن ثم خطوة مفوضية الانتخابات التي صرحت مؤخرا أنها لم تتلقى أي شيء رسمي بخصوص استقالة الصدريين وفي جميع أوراق التوقعات والسيناريوهات فإن خارطة المجلس ذاهبة إلى تغيير جذري ليس في حسابات المقاعد ونصيب التحالفات والكتل إنما في لجان المجلس القانونية والمالية وغيرها خيارات أكثر صعوبة على مصير العملية السياسية مطروحة ومرجحة مع تأزم المشهد السياسي في البلاد في حال لم تهدأ أوراق البرلمان العراقي أو لم يطرأ أي تغيير على موقف الصدريين بورقة الاستقالة التي جاءت مفاجئة للمعادلة السياسية في بغداد اشتركوا في القناة